السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي ديو سامودي هذا النهار ان شاء الله سنضروع على واحد الحلقة مهمة لكل مربي ارانيب وهي كيفية خطام صغار ارانيب كيف ما كان النوع ديالهم يعني بلدي ولا رومي ولا يعني كروازي بحال هاد الشكل هادا اللي عندي ارانيب كروازي وارهم مشي بالمديين وامراميين كيلي غادي يسحبوا باللي هاد ورهم روميين لان الشكل ديالهم حل قاببين ولكن هاد ها دوارهم يعني كروازيين يعني كباهم هو هدا عطما هدا قابب يوم يعني الاصلي ديال قابب يوم وزوجتو هدي الام ديالهم هيا زوجتو مع ام باللي خرجونا هاد الانانيب بتبارك لله اللي هما كروازيين كيفاش تبا قدي نفطموهم وكيفاش غادي نتعاملوا معاهم في الأيام الأولى بالنسبة للأم ديالهم يعني لقحت في النهار الأول اللي تولدوا فيهم قيت التاريخ وحسبت لها دبارة قريبة تولد هادو دبارة عندهم تقريبا شهر شهر قل شي حاجة ولكن دبارة حاولت أني نفطمهم على أمهم أيامهم دبارة باغا تولد كيفاش غادي نتعاملوا معاهم أولا من الصغر ديالهم حاولوا أنكم تعودوهم على واحد النوع من الماكلة يعني عالف يعني ماشي من اللابن تطعطيهم واحد العالف ومنين يكبروا صار في دغية دغية تعطيهم واحد العالف آخر مثلا من الأخضر مثلا تعطيهم اليابس من اليابس تعطيهم الأخضر وتزربوا عليهم كما نقولوا لله حاولوا أنكم يعني تعودوهم على واحد الأكل ثاني حاجة ممكن أنكم تكونوا حاسبين الأنثى يعني مثلا عندها هي كتولد على شهر مثلا كالكتولد على ثلاثة وثلاثين يوم ثلاثين وثلاثين يوم أما الفيطان الحديث عن الفيطان قبل مت مت هي يعني تكونوا مدونين التاريخ قبل مت مت تديروا هي في الحقيقة البلدية كتولد على قل من ثلاثين يوم يعني على حسب تجربة ديالي ممكن أن تتولد على قل من شهر يعني مش بحل الرومية الرومية كتولد على ثلاثة وثلاثين يوم ثلاثين وثلاثين يوم أنا من قيت لها التاريخ حيت أولادها عليها قبل بثلاثة أيام ولكن هالثلاثة أيام كانت قامت تعاملوا معها بالتدريج كيفاش هالتدريج؟ ممكن أننا النهار اللول يعني نخرجوهم هنايا عما في الكاش ببحديتهم وفي الليل نردوهم لها باش تردعهم وكم قول راقبو؟ مني نشوفو أن الأرانب صافي ولاو مك يردعوش يعني ولو غيك أنت كتديهم يعني الأولو يعني غيك تديهم كتوصلهم ولكن ما يردعوش عشنو غادي تدير؟ غا تبقى مراقب مني نشوف باللي صافي موقوش يردعو دك الساعة غادي تولي تديرهم وحل الكارتونة باش يباتوا فيها وخا هنا الكاج را ممكن أنه يباتوا فيه ورام ضلل ولكن في الليل هم مملفين بالحضن دي الأم ديالهم لأن الأم ديالهم كتديروا متحت منا باش كتدفيهم داودة بن مربك الفارس زياد الحلقة يعني ممكن تسعنوا بكرتونة بحال هادي كرتونة كي مكنس عادية وتقبوها من واحد الجانب آية آية أنا أحيي ذلكم كرتونة تطلبوها من عند بائع يلا يلا أي إن كان يعني تقبوها من واحد الجيهة وتخليهم يبقى ودخلو وتحفروا هادي من واحد الجيهة هاكا وتخليهم يبقى ودخلو هاكا ويتخبوا فيها هنا هذا شيء في الليل يعني في الليل لأن الأرانيب الصغار ما كي ما كيكونوش يستحملوا البرد بحال الأرانيب البالغين يعني نقولوا اللي بالغ الكارتونة ما ديش خدموها بزر يعني خدموها في الأيام الأولى بما هما يتعودوا على الجو والبراسة يعني ديالهم يعني الكارتونة يبقى ويشموا فيه ويرتاحوا له ديرهم علافات خاصين بهم هذا العلافات هادو أنا راني سديت عليهم هاد العلافات كما كتشوفو أنا هنوريكم انتما راني ديروا واحد الخشبات باش ميبقاش يدخلو للعلافات إذا كما قلت لكم ما يبقاش يدخلو هاد العلافات هادو دير الخاصين بالكبار حاولوا ديرهم علافات صغار بحال هات الشكل هذا آآ الكارتونة اللي كتلكم عليها حاولوا أنكم يعني تخدموها غيء في الأسبوع الأول مثلاً صافي باشي يعوسني هما يتعودوا على الجو ديال الجو البارد الجو المعقول اللي ممكن أنهم لأن ذلك الساعات الشارق يكون كبر لهم صافي ممكن أنهم يستحملوا البرد فوقش توليس تحييلوا عليهم الكارتونة صافي يكونوا يعني مزيانين وتحسوا بهم صافي بدو كياكلوا شهر ونصف شهر ونصف صافي كيقول لي قادر أنه يعتني بنفسه رأسه يأكل رأسه قضية ديال الماء حاولوا كما قدركم ديروا في بيكاربونات الصوديوم وديروا إحتى الخل على حسب شوفوا أنا يرني أعطيهم أي حاجة كان أعطيها لهم إنهم مشي محسوبين روميين محسوبين كروازيين يعني محسوبين بحال البلدي بلدي كي يأكل أي حاجة كتعطيها مسكين كي يأكل كلش الحلقة ديالنا رسالات الناس لماذا لم يشاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بدعم ديالكم كنشركم بزاف على التعليق طيبة ديالكم ما تنسونا بجير زر جام وتكيبوا لزر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المخبلة شكرا شكرا